السهل الخير على حضراتكو أهلا بيكو في حلقاتنا المتتابعة من أسواق المعادن السمينة والنهاردة رايحين لمكان بعيد شوية ربما يعني ناس كتير بتتغافل عنه في أي أنشطة أو أي لقاءات تلفزيونية تتعلق بسوق الدهب وهو الحديث عن بيع الدهب المستعمل وإزاي تبيع دهب قديم والنهاردة في حلقة أسواق هنقدم لكو بعض المعلومات الهامة جدا عن كيفية بيع الذهب المستعمل وهنعرفك كمان إزاي تعمل ده والمبالغ اللي بيتم خصمها من كل جرام وقت البيع وعلشان ما اتعرضش لعملية نصب لأن في ناس بيروح يبيعوا لبعض التجار وبيخصموا عليهم مبالغ كبيرة جدا في حلقة النهاردة هنعرف شكل البيع ده بيتم إزاي والمبالغ كمان اللي هتتخصم من عيار 18 أو عيار 21 وعلشان نبقى عارفين دول العيارين الرئيسيين في سوق مصر ومفيش أعيرة تانية كمشغولات طبعا في بعض الناس بتكلم عن عيار 14 و 12 لكن حتى هذه اللحظة مالهمش وجود في السوق ومفيش مستهلك بيلجأ لعملية الشراء بهم علشان كده مفيش حد من المنتجين بينتج عيار 14 أو عيار 12 طيب نبيع الدهب القديم إزاي في مصر هنا علشان تروح تبيع الدهب القديم أول حاجة لازم يكون معاك فاتورة شراء مختومة وفيها تفاصيل الأعيرة اللي تم شراءها تاني حاجة لازم تعرف إنه بيتم خصم المصنعية بصورة كاملة بمعنى أضاق لو حضرتك اشتريت الدهب بـ 850 جنيه سعر الدهب الأصل كانت 800 جنيه و50 جنيه للمصنعية فبيتم خصم الـ 50 جنيه مصنعية فلو جيت تبيع الدهب بعد كده وكسبت فيه 100 جنيه كمثال هتخصم من المية دي 50 جنيه وهتبيع الدهب على 850 جنيه ده بشكل مباصل بالنسبة لسعر المصنعية اللي بيتم خصمه طيب هل في مبالغتاني بيتم خصمها وقت البيع؟ في بعض بيحسب بطريقة بيقولك إنه بيتم خصم 2% من قيمة الدهب القديم لكن أنا هقولك بشكل أضاق اللي بتخصم بالزبط بيتم خصم 6 جنيه من سعر الدهب عيار 18 وقت البيع ودي بمثابة الضريبة والدمغة إيه هي الضريبة والدمغة؟ دي رسوم بتفرض وقت شراء الدهب ولما بتيجي تبيعها أو لما تيجي تبيع الدهب بتخسر الرسوم دي وزي ما قلت لحضراتكم بتكون 6 جنيه فقط لعيار 18 بالنسبة لعيار 21 بيرتفع السعر شوية أو الخسارة بتزيد شوية بيكون 8 جنيه ونص في كل جرام فحضرتك لو هتبيع 100 جرام كمثال هتضرب 100 في 8.5 ده بمثابة ضريبة ودمغة بتتخصم بجانب خصم المصنعية كاملة عشان ما حدش يقولك إيه أنا بخدمك وهبيع لك الدهب بمصنعيت وأسف هشتري الدهب منك بمصنعيت ولا كلام ده غير وقعي بالمرة يبقى دول الحاجات الأساسية اللي بنراعيهم وقت عملية بيع الدهب المستعمل طيب هل فيه إمكانية أنك تشتري دهب مستعمل من مستهلك عادي يعني زيت هيشتري من عبية دهب مستعمل هل ده واقعي وفي السوق ممكن حاجة زي دي تم طبعا دي بيبقى فيها كمية مخاطر رهيبة جدا لأنه بيفيه في عملية نصب كبيرة بالتم في الموضوع ده خاصة الدهب الصيني والدهب اللي بيبقى جاي من مبارة ده بيبقى سعره أقل بكتير جدا من الدهب هنا في مصر وبنان عليه بتتعرض لعملية نصب كمان موضوع التلاعب في الأعيرة ربما أنت بتروح تشتري دهب 21 من المستهلك عادي وتفاجأ فيما بعد أنه دهب 18 هنا بتلاقي فرق حوالي 120 جنيه في كل جرام فإحنا هنا من خلال أسواق بنحذر من عملية الشرة من المستهلك أي دهب قديم ما ينفعش تشتريه من المستهلك طيب مين اللي بيشتري الدهب القديم منك؟ غالبا بنسبة 99% التاجر اللي بيعلك الدهب هو اللي بيشتري منك الدهب القديم فمش هينفع تروح لتاجر تاني تبيع له إلا لو معك فطورة فيها كل التفاصيل الخاصة بعملية الشرة سواء العيار أو عملية الفصوص كمان الفصوص اللي موجودة في كل عيار دهب خاصة إن في بعض الناس بتشتري خواتم منصعة بفصوص وفي بعض الشركات بترفض عملية الشرة مرة تانية للفصوص وهنا طبعا بتقع في عملية خسارة أكبر بإضافة خسارة المصنعية وخسارة الضريبة والدمغة بتخسر كمان سعر الفصوص ودي قد تصل إلى 20% من وزن الدهب وهنا الخسارة بتكون متضاعفة خاصة لو كان المكسب اللي انت حقته في الدهب كبير فهنا هتلاقي نفسك خسرت جزء كبير جدا من المكسب نتيجة إنه إنت بتبيع الفصوص ومعرفتش تتخلص منها أو تبيعها بشكل الشركة اللي انت اشتريت منه ده كده تقريبا يعني إزاي تبيع الدهب المستعمل ولازم نأكد في حلقة أسواق إنه عملية بيع الدهب المستعمل تكون محفوفة بالمخاطر لو هتبيع لمستهلك آخر لازم تروح تبيع للتاجر اللي انت اشتريت منه وبنشكركم لحسن المتابعة